بهذا الفيديو سأتحدث عن مجموعة خواطر دوائية هذه المجموعة هي على تليجرام وأنا بشارك فيها خبراتي الدوائية الصوتية والمرئية بشكل يومي فأنا عملت هذه المجموعة لتكون متاحة لمختصير رعاية الصحية لتطوير خبراتهم بشكل مستمر واحترافي بحيث تم مشاركة الخبرات الدوائية بشكل صوتي أو مرئي أصير ستضمها بمعلمات الدوائية حول المعالجة بالمضادات الحيوية حول موانع استعمال الأدوية محاذير استعمال الأدوية أيضا خبرات دوائية عملية فيما يتعلق الممارسة بسيدليات المجتمع وسيدليات المشافي والأدوية الأمنة بالحمل والأرضاء أيضا هذا سيكون ضمن المجموعة هي على مدى السنوات القادمة أيضا المعالجة الدوائية بالأدوية النفسية والقلبية والهضنية والهرمونية والسرطانية كابتات المناعة أدوية السكري خافضات شحوم الدم أدوية فئر الدم وميعات الدم أيضا الأدوية المدرة للبول الأدوية التنفسية أيضا آخر الدراسات والبحاث الدوائية والطبية والسيدلانية كمان أنا أشير إلها كمان آخر الأدوية الموافقة عليها عالميا وأيضا مقتطفات دوائية من آخر مقالاتنا الدوائية العلمية بشكل مختصر ومبسط فالخبرات هاي طبعا هينضاف إلى أيضا ثيمز جديدة بالمستقبل ولكن بشكل رئيسي هتدور حول هالمواضيع هاي وحتكون مكسفة وكل يوم أنا حشارك فيها بحيث أنه يعني ما يغض منك متابعة خمس دقائق فقط بحيث تبقى أبديتد معنا إذا صار في أي موافقة جديدة لدواء جديد مثلا أو دراسة جديدة طبية أو دوائية أو سيدلانية نشرت عالميا فلازم تعرفها إلى آخره فكتير حتكون المتابعة قيمة ومفيدة جدا ويعني ما حتا يعني تاغد منك وقت كتير لو أنت خصصت خمس دقائق ماكسيموم باليوم أوكي خمس دقائق ماكسيموم باليوم كتعليم مصغر مستمر عن طريق هالمجموعة هاي على التليجران طبعا هداف المجموعة عمل مراجعة زائد تطوير وتحديث لخبراتك الدوائية بشكل مكسف ومستمر أيضا سد الفجوة المعرفية عد مختصير عايز صحية الممارسين حول عديد من المواضيع الدوائية تطبيق الشي اللي تعلمته بالممارسة سواء كانت باستدلات المجتمع أو المشافي أو الأطباء أيضا أثناء ممارستهم بعياداتهم أو بالمشافي كمان توعية مختصير عايز صحية بالمعالج الرشيدة للأدوية هاي الأهداف الرئيسية والكبيرة للمجموع وحتكون المشاركة الخبرات بشكل مستمر متطلبات المشاركة أن يكون تخصصك طب أو سيدل أو تمريض أو حتى خصصات طبية أنك كوم ممارس أو طالب بسنتين الأخرتين من تعليمك الجامعين إذا كنت سيدل لازم تكون سنة رابعة أو خامسة إذا كنت طب لازم تكون سنة خامسة أو ساتسة وهكذا نسبة للتمريض لازم تكون سنة ثالثة أو رابعة إذا كنت طالب كمان يكون عندك الرغبة والاهتمام بمتابعة الخبرات الدوائية باستمرار يعني تخصيص تقريبا لا يعني لا يزيد عن نص صعب الأسبوع نص صعب الأسبوع يعني خمس دقائق باليوم تقريبا يعني أربعين دقائق خمسة أو أربعين دقائق ماكسيموم اوكي يعمل كثير بين ثلاثين لستين دقائق لتحقيق أهداف انضمامك من هالمجموعة هاي يلي أنا هدفي فيه كمان أنه الدخلاء كمان دخلاء المهنة الطبية اللي انه ما له علاقة لا بالطب والصيدة لانه هنه ما يسيقوا استخدام الأدوية اوكي فحتكون الخبرات هاي الاحترافية موجودة حصرا على مجموعة خواطر دوائية اوكي بالنسبة للوصول للمجموعة فالانضمام المجموعة هو مجاني 100% لجميع أعضاء فارمايندي اللي هنه سددوا رسوم العضوية الدائمة واسمهم كمان ضمن المقبولين معنا بدفعة 2022 او بالدفعات التالية تمام فاذا كنت عضو فعال زائد كان معدلك أعلى من 50% فيك تتواصل معي ليتم إضافتك للمجموعة اذا كان معدلك أقل من 50% فأنت لازم تخلص جميع المحتوىات التعليمية ضمن اشتراكك او ضمن عضويتك وبعدين فيك انت يعني تنضم له المجموعة هاي بالنسبة لغير الأعضاء اللي هنه مالهم بيمبرز ففيه رسوم مالية للمشاركة بالمجموعة بتم تزديدها مرة واحدة وبس فقط في حال كانت عضويتك الدائمة مالة فعالة معنا فمتل ما قلت لكم اذا كنتوا انتوا أعضاء دائمين وسكوركن أعلى من 50% ومقبولين معنا بدفعة 2022 ففيكن تتواصلوا معي مباشرة ليتم إضافتكم للمجموعة وارسال الرابط للانضمام أما بنسبة لغير الأعضاء فهنه كمان فينوا نتواصلوا معي لخبرهم تفاصيل تسديد رسوم المشاركة بهالمجموعة اللي هيكون فيها مشاركة الخبرات مستمر على مدى السنوات القادمة أيضا تمام ولكن على تليجرام حصرا حتصير خبراتي الدوائية متاحة بالنسبة للخبرات الدوائية الاحترافية والتخصصية متاحة حصرا على هاي المجموعة اعتبارا من بداية ديسمبر 2021 تمام فهذا شي جديد فبالنسبة لخبراتي الدوائية الاحترافية على الفيسبوك بالذات حتكون بقى موجودة على هالمجموعة هاي ومتاحة للأعضاء يلي هنين فعالين مثل ما قالنا أو يلي هنين اشتركوا بهالمجموعة في حال كان عضويتهم مفعالة تمام هلأ بالنسبة للروابط التواصل معي فيكن تتواصل معي على اللينكدين على الفيسبوك على الإيميل جميع اللينكات موجودة هون فيكن انتو يعني ترجعوا وتفتحوا المتصفح وتتواصلوا معي بالطريقة الأسهل لكم لحد تنضموا لهالمجموعة هاي فبتمنى الاستفادة للجميع من هالمجموعة المكاسفة وان شاء الله بشوفكن ضمن المجموعة